طيب اه في الفيديو ده ان شاء الله نكمل بعيد اه امثلة على التوصيل على التوازي والتوالي وكده. طيب في مسألة زي دي متين ايه الرسمة دي. بيقول لي ايه? انا عايز احسب مقامة المكافأة. وهي عايز احسب ايه? امتى الطيار. طيب. في الحالة دي انا عندي ايه? الطيار داخل بالشكل ده. بعدين هيخش هنا وبعدين هنا. بعدين هيجي عند المقامة تلاتة وستة هيتجزق. جزء هيخش منه هنا وجزء هنا. وبعد كده ايه? هيخش الجزء هنا. اعدين هيجع يتجمع وتانى يتقابلون في في السمعة. طيب انا عايز احسب ايه بقى? في المسألة دي? في المسألة دي انا عايز احسب المقامة المكافأة والطيار لكلي والطيار المور في ايه في كل فرح طيب. هيا بانا عندي ايه? مسألة زي دي. بانا عندي الرش هتققى عبرها عن ايه? الاول يبقى ان عندي التلاتة والستة دول المقامة المكافة بتاحها مسلا نسميها ار واحد داشت هتبقى عبارة عن الاتنين دول توازي مع بعض التلاتة والستة فيبقى تلاتة في ستة على تلاتة زائد ستة وهيديني كم? آآ هييديني اتنين. اللي هو طمت شرعة تسعة يسوي اتنين اوم. طيب بعد كده عندي ايه? الاتنين اوم دي توالي يعني دي كده كانها ايه? واحدة بس كده اتنين اوم. توالي مع السبعة يبقى هيديني تسعة اوم. طيب عايز احسب الحالة دي يبقى عايز احسب بشدة الطيار للمرة في الدائرة. طيب سهل اوي خالص مش اي مشكلة. ايه انا عندي ايه بيساوي على ارداش يساوي كان بقى? هيساوي تمنتاشر على التسعة اوم هيساوي اتنين امبير. طيب. هنا انا عندي ده اي واحد وده هسمي ايه ايه? اي اتنين. المرة في كل فرق طبعا انا عايز احسب اي واحد واي اتنين. طبعا انا عندي ايه? اول طريقة اللي هي الطريقة بتاع مجزء الطيار اقول والله ان انا عندي ان الاي واحد هتساوي المقاومة المكافأة اللي هما الاتنين يعتبروا توازي مع بعض صح? يبقى انا اتفان ايه? هيبقى المقاومة المكافأة ارداش على مقاومة الفرع اللي هي التلاتة. في الطيار ايه? الكل. طيب الارداش طلعت بكم? هنا في الحالة دي. الارداش هنا بتاع الاتنين دول طلعت كنا طلعناها باتنين. طبعا عشان محدش بس يقول لي ايه? هنا كنا نسمينا اروان داشة. عشان محدش يقول لي ده المقاومة المكافأة بتاع الديارة اقول لا لأ. المقاومة المكافأة بتاع الجزء اللي هيتوزع في الطيار عشان بس يبقاش ايه? فيه سوء تفاق. يبقى اه عندنا اتنين على ثلاثة فيه ايه كل جدا يبقى يساوي ايه? اربعة على ثلاثة امبير. طيب بعد كده هنعمل ايه? عايزينيجيب ايه اتنين. الفس الكلام يبقى انا عندي ارداش. ار واحد داشة اللي هيجبناها على ستة في اي يبقى انا عندي اتنين على ستة في اتنين بيساوي كان بقى بيساوي اربعة ستة اللي هي اتنين على تلاتة امبير. طيب كنت عايز احسب هنا الطريقة دي عايز احسب الاي واحد اي اتنين بتلاتة يعني. كنا ممكن اقول ان انا مسلا هسمي النقطة دي ايه? والنقطة دي بي. فانا كنت عايز اقول ايه? فرق الجهد ما بين اي و بي. هي ساوي اي في الار ما بين اي و بي. حلو اي الكلية بتاعت دا كم? اتنين. ور اي بي. اللي هو طبق ايه? ار واحد داشة اللي احنا جبناها دي. فتبقى اعبارة عن اتنين. يعني يساوي كم? اربعة فولت. طيب انا عندي فرق الجهد ما بين نقطة اي و بي ايه? اربعة فولت. طيب انا عايز اجيب اي 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 بقى? اي اعبارة عن الفرق الجهد اللي على اي والبي. على المقامة اللي بيمر فيها اي وانا ليه تلات. يساوي اربعة تلاتة امبير. تمام? بعد كده اي تو. يبقى نفس الكلام. فرق الجهد على اي بي. تمام? على الستة اوم يعني يساوي كم? اتنين على تلاتة امبير. طيب. ده كده ايه? بالاختصار الكلام ده. طب لو انا عندي فالمفترض مقاومة وتوصل على التوازي مع سلك ايه? فاطي. وهي ما بين النقطتين اكس وايه هوي. والطيار جي هنا بالشكل ده كده. طيب. الحالة زي دي عادينا نشوف المقاومة المكافأة في الحالة دي تقاب كم? لو جينا نبص هنا يعني عندي سلك فاضي وعندي مقاومة. طيب السلك الفاضي يعتبر ايه? مقاومته صفر. يبقى ار. سلك فاضي هيساوي صفر. طب احنا عارفين ايه? الار بتاع اي سلك كنا نقول نيها بتبقى عبارة عن ايه? الروق ايه مسلا في ايه? طبعا يعني لو احنا جدناها مسلا هطلع مسلا حاجة في عشرة واستسالة بستة مسلا. اللي هو ايه? ممكن نقربها للصفر. طيب. لان مقاومة على حاجة صغيرة زي دي تبقى يعني ايه? مهمة لا مفروض يبقى احسن ايه? نهملها. او صفر. مقاومة السلك الفاضي ايه? صفر. طيب. دلوقتي انا ايه? مقاومة اتنين على ار واحد زائد ار ايه? اتنين. طيب انا عندي ار واحد بكم? نسميها مثلا نسميها فنفترض ار واحد بدا نسميها ار اتنين لügو مقاومة السلك يعني. كانتول انه هو عندي ار واحد في صفر على ار واحد زائد صفر يبقى ادين ايه? صفر على ار واحد بايه بصفر. انا عندي في 새로 دي المقاومة المقافئة بايه? بصفر. ده معناها كان انا شلت كل ده واستبدلته بايه بسلك فاضي انا مسلا دي هي هيها برضو هي هيها يبقى الله دي انا عندي سلك فاضي تمام دي انا عندي سلك فاضي بالتوازي مع اي مقاومة او اي عدد من المقاومات ده يلغيهون كلهم وبستبدلهم ايه بالسلك ايه الفاضي تمام احنا كده جبنا ايه الاسبات بتاعها او ممكن نجب بتاعي تاني نقولوا والله ان انا مسلا ايه عندي فرق الجهد على المقاومة مثلا عندي فرق جهد VXY هيساوي ايه? هيساوي آآ R1 في الطيار اللي مر بياه مثلا هسميه A1 بيساوي آآ بيساوي ايه بقى? R2 في الطيار اللي بيمر بآآ 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 R2 ايه? المقاومة بدي بصفر اصلا. فيبقى انا عندي N. ان VXY بيساوي صفر. انا عندي VXY بيساوي صفر. بيساوي R1 في واحد. طيب R1 موجودة لا قيمة. يبقى بالتالي ايه واحد ايه? هيساوي ايه? صفر. معنى كده ان ما فيش طيار بيمر هنا. طب ما فيش طيار بيمر هنا ده معناها ايه? انها دايرة مفتوحة. يعني كأن الشكل ده الشكل ده عبارة عن كده. و ايه? في دايرة مفتوحة هنا كده. اللي هو ايه? لا يمر فيها طيار. اللي هو استبدلنا R تاني مكان ايه? دايرة مفتوحة. ففي الاخر يعني هنستنتجي من احنا ايه? هنحط سلك مكان ايه? المقاومة دي. تمام? او اي مجموعة من المقاومات متوصلها مع سلك ايه? على ايه? التوازي. بقى نلغيها عندي حساب ايه? المقاومات. طيب. ناخد بقى مسار على الكلام ده. ديني مسلا بطارية. اسمها VB. ديني بطارية اسمها VB. وبيقول لي والله ايه? انا عايز احسب المقاومة المقاومة للشكل ده. طيب. نبدأ اين كده احنا انتفقنا حاجة زي دي ازا احنا اخدها في مسار قبل كده. انتفقنا ان احنا بابدائها من ورا. تمام? طب انا عندي اخدت بالي هنا. انا عندي المتين دي. تمام? متوصلة مع سلك فاضي اللي هو ده كده. على ايه? التوازي. بقى احنا نقدر نلغي ايه? المتين ونعتبرها ايه? مش موجودة لان هنا الطيار اللي فيها بيساوي ايه? صفر. تمام? انا عندي ايه? الحالة دي ايه? نسميها ايه? نقول ان هي الاي بيساوي صفر. يبقى الشكل بتاع الدائرة كده عادي بس هنستعد الجزء ده خالص كأنه ايه? مش موجود. طيب. يبقى انا عندي الشكل الحالي للدائرة الكهورية بتاعتي. الفي بي. تمام? ومعها الخمسين بالشكل ده. وبعد كده معي تلاتين. ومعي خمسة وتلاتين ايه? من تحت. تمام? بعد كده معي من فوق عشرين. ومن تحت عشرين. ومتوصل معهم ايه? الشكل ده كده ايه? العشرين دي. كده ايه? الكون بتاح عشرين. طيب. احنا اتفاعلنا ان احنا ايه? هنبدأ من ورد. طيب اول نشوف الاول تخيل بقى بتاع الطيار في الدائرة دي. طالع كده. طالع من البطارية وعدين هيوصل هنا. هيبدأ ايه? هيتفرع. جزء هيخش هنا. وجزء هيخش هنا. وجزء ايه? هيخش ايه? هنا. طيب. طبعا حد ممكن يقول ايه? طب اه ده كده معها سلك فضاء التوازي. لا طبعا. السلك الفاضي ده كده اهو. ع التوالي مع ايه? العشرين. بكأن المقوم عشرين يبقى انا قدر في الحالة دي نقول ايه? ان انا عندي ان العشرين دي. والعشرين دي ع التوازي مع بعض. دي ايه? لان انا اعتبرت النقطة دي سمتها ايه? والنقطة دي سمتها ايه? بيه. فالمقوم بتين دول واعين ما بينه النقطة ايه وبيه? يبقى الاتنين ايه? نتوصلين على التوازي ايه? مع بعض. يبقى انا ممكن اشيل العشرين والعشرين دول. يبقى انا عندي عشرين توازي مع عشرين. يبقى المقوم المكفقة بتاعهم كام? عشرين على الاتنين. يبقى يبقى اعمل ازاي? انا عندي الفي بي اهي. تاري عندي الخمسين. وكمان معي هنا تلاتين. معي خمسة تلاتين. اتفعت ان انا اشيل العشرين والعشرين دي احط مكانه عشرة. معي اهو عشرة. تمام? وبيدي النقطة ايه مسلا اهي? والنقطة بي اهي. تمام? اتفعنا ان السلك الفاضي اه. لو انا عندي سلك فاضي فبعتبر ايه? ان بدايته هي نهاية. يعني دي النقطة بي. ودي برضو هي هي النقطة بي. انا عندي سلك فاضي فانا اعتبر ايه? ان دي اكس. ودي واي. تبقى ايه? اكس هي هي هيها واي. تمام? طيب انا عندي ده بي وده بي. طيب وبعد كده عندي مقومة ايه? العشرين دي. طيب. لو خدت بالي هلاقي ايه? ان الطيارة يخش كده. جزء منه يتفرع هنا. بعدين هيخش يكمل كده. 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 فانا اكتف ان العشرة والعشرين دول ايه? التوالي. لان الطيار ما عندوش ايه? اختيارات هنا. هو ما صار واحد اجباله يخش فيه. وده هو تعريف التوالي. طيب انا عندي ان العشرة والعشرين ايه? توالي مع بعض. طيب انا اقدر اشيلهم واستبدلهم بمقومة كام? عشرة زائد عشرين بيسوي تلاتين. تمام? انا اهبسط الدايرة. انا عندي الفي بي. اهي. بعد كده عندي الخمسين. بعد كده معايات تلاتين. وبعد كده ايه? الخمسة وتلاتين. بعد كده هنطلع فوق للبطارية عادي خالص. تمام? ومعايا ايه? تلاتين ايه توازي. تمام? طيب. شكل الدايرة بقى سهل خالص. انا معايا الطيارة هيخش هنا. واعدين هيتجزأ هنا وهنا. بيبقى انا عندي ايه? هلاقي ان التلاتين دي توازي مع التلاتين دي. والمقومة موافقة بتاعها. بقى تلاتين على اتنين بيساوي خمستاشر. جميل انا عندي خمستاشر ايه? او. يبقى شكل الدايرة بقى بالشكل الحالي انا عندي في بي اهي. وعندي خمسين. تمام? وعندي. انا اتفقيت الاول كده. ده كده هو الايه? بيساوي الخمستاشر. انا عندي خمسين. وبعد كده عندي خمستاشر. وبعد كده عندي خمسة وتلاتين. طبعا كلهم متوصلين توالي مع بعض. فهجمح يبقى انا عندي المقامة المكافقة في الحالة دي هتساوي كل مجموع بتاعهم اللي هو خمسين زائد خمستاشر زائد خمسة وتلاتين اللي هو ميت او. وانا كده في الحالة دي تدرت اجيب ايه? المقامة المكافقة. طبعا انا عايز اجيب شدة الطيار لكل اللي مر في الدايرة. تمامي? انا ميديلي ان هنا ان ال VB بمية مثلا ميت فولت. فهيقول لي انا عايز اجيب التارج كل اللي مر في الدايرة. بقى انا عندي الاي هو عبارة عن ايه بقى? هو عبارة عن ان ال VB على الارداش يقى بيساوي مية على مية يقى بيساوي كان واحد امبي. احنا كده جدنا التارج كل بتاع الدايرة اللي هو اللي خارج من البطارية بيساوي ايه? واحد امبير. وهو هو اللي ماشي هنا. طبعا هيجي الجزة هنا طبعا. كمان? وبعد ما يتفرق تاني ويلجع هيعد بالايه? بالخمسة وتلاتين كل تاني. ده كده الاي. طبعا هنا بقى بقيت الحاجات دي كله متجزق ايه? فيها. ويه سهلة خالص نتقوش ايه اي مشكلة. طيب. نيجي بقى لايه? حاجة مهمة. يعني ناخد مسائل بقى على الايه? التبسيط بتاع السلك الفاضي. طيب. احنا اتفقنا ان انا لو عندي سلك فاضي. فالايه? الجهد بتاعه هو يعني الجهد بتاع اوله هو هو الايه? الجهد بتاع اخره. يبقى عندي جهد السلك الفاضي سابق. عند اوله بيساوي ايه? اخره. طيب ناخد مساء مسلا هنا. فلنفترض ان انا عندي بالشكل اللي قدنا ده. انا عندي اا عندي ايه? عندي الشكل اهو. فيش مشكلة. طيب. عندي ايه? النقطة دي اكس. وده سلك فاضي. يبقى انا عندي ان الحتة دي برضو هي هي ايه? لان السلك الفاضي بقى جهد اوله زي جهد اخر. الجهد في ايه نقطة فيها ايه هو ايه? طيب وعندي السلك الفاضي ده برضو هو ايه? واي. فانا عندي ده واي بالزبط اهو. حلو. انا عندي النقطة واي. والنقطة ايه? اكس. طيب. النقطة اللي في النص دي مسلا نسميها ايه? زد. هنسميها زد. طيب. انا عايز شوف بقى ايه? ابسط شكل الدايرة دي بحيث ان انا ايه? في الاخر. اه تبقى شكلها سهل اقدر اتعامل ايه? معي. طيب. دلوقتي ايه? احنا اتفقنا. انا انا عايز احسب المقاومة بين واي اكس. انا عايز اجيب مقاومة ار واي اكس. في الحالة دي. عايز اجيب ايه? انا عندي مسلا الطيار كانو داخل من واي. وهي خرج من ايه? اكس. طيب. تعالوا نشوف كده شكل الدنيا في العامل ازاي? انا قدامي كزا مسار هيشوف. انا ممكن عندي الار يو. يعني عندي الاي اصلا ممكن يعني الطيار يعدي عن طريق المقاومة ار واحد دي كده. تمام? ويخش ويعدي يوصل ايكس. انا قدامي اول مسار. انا على طول رايح من واي. احد ايكس. ده اول مسار اللي انا هاخده. ان انا ممكن اروح عن طريق ايه? ار وان. تمام? ار وان ها? طيب. برضو انا عايز اروح عن طريق من الواي للأكس. فده عندي سلك فاضي اهو. عندي سلك فاضي اهو. فانا ممكن ان اه اقدر امشي من خلاله. تمام? واوصل ايه? اه من الواي. دي هي نفس الواي. بعد اذهب للأكس. امشي من خلال ايه? الار سكس. يبقى انا عندي اقدر اروح عن طريق الار سكس. تمام? فانا اقدر اروح عن طريق الار سكس على طول دايركت اللي هو بشكل مباشر يعني. من الواي لأكس. طيب. في معادة زلك بقى. انا محتاج اروح من الواي للزد. وبعد كده من الزد اروح للأكس. فانا عايز اروح من الواي للزد. فقدامي ان انا امشي اما في ار اربعة. او امشي في ايه? في ار خمسة. يبقى انا عشان اروح من الواي للزد الاول. عشان اروح من الواي للزد قدامي سكتين. اما السكة الاولانية اللي انا اخدها اروح من خلال ار اربعة. او اروح من خلال ايه? ار. خمسة انا عندي ار اربعة و ار خمسة توازي لان هما في الاول وفي الاخر ما بين نفس ايه النقطتين اللي هما وي وزد طيب انا وصلت لزد عايز اروح للاكس فقدامي سكتين اما اروح من خلال ار تلاتة على طول كده او اروح من خلال ايه ار اتنين يبقى انا عندي ار اتنين وار تلاتة هما الاتنين ما بين النقطة زد والنقطة اكس يبقى هما الاتنين ايه استوازي مع بعض ادي ار اتنين وار تلاتة وانا كده وصلت لنقطة ايه اكس يبقى انا عشان اروح من واي لأكس قدامي ايه تلات مسارات تمام انا عز اجيب بقى المقامل من كفة تاعي الشكل ايه اللي قدامي ده حلو فنفترض مسلا هندي لكل واحدة فيهم ايه ايمة مسلا هندي ار واحد اربعة وعشرين اوم تمام وايه عندي ار اتنين مسلا عندي الار اربعة دي مسلا عندي مسلا ار ستة هتبقى باتناشر اوم مسلا حلو وعندي القيمة دي هتبقى عندي مسلا بتسعة ودي باطمانتاشر وعندي دي مسلا هتبقى بتلاتة تمام قصدي ستة ودي تايه تلاتة طيب في الحالة دي انا عايز اجيب ايه المقامل بتاعي الدايرة طيب انا عندي مقامل بتاعي الدايرة دي اقدر اجيبها ازاي انا عندي الاول انتخلص من الحلقة اللي ايه اللي هنا الاول فانا عندي ان الار اربع والار خمسة توازي مع بعض وعندي الار اتنين والار تلاتة توازي مع بعض طيب فانا هشيل ابقى انا عندي نفس الرسمة عندي وي وعندي ار واحد فوق وعندي ار ستة تحت رقم ار ستة طبعا دي اتفقنا انه بار اربع واشتين اوم واللي تحت بقى باتناشر اوم طيب عندي ار اربع والار خمسة ايه توازي اللي هم التسعة والتمنتاشر التسعة هو والتمنتاشر توازي مع بعض ربانا عندي نسعة وتمنتاشر توازي مع بعض و cabbage Source هيقول ان ايها تسعة في تمنتاشر على تسعة زائد تمنتاشر. تمام? فده هيبقى بكام? ب ستة اوم تمام? بيبقى انا عندي ده هيبقى بكام باقيه بستة اوم. اشيلهم وحط مكومه مكومه واحدة بستة ايه او. طيب. بعد كده انا عندي الستة والتلاتة اوزي مع بعض. عايز اجيب المقاومة المكفقة بتاعها. يبقى قولني يا ستة في تلاتة على ستة زي التلاتة. يبقى هيساوي طوانتشر على تسعة فائل اتنين او. بشي لو حط مكانها ايه? اتنين او. طيب. عندي الستة والاتنين توالي مع بعض. بقدر اشيلهم وحط مكانهم واحدة بايه? بتمانية. بالشكل بقى كالاتي. عندي اربعة وعشرين فوق. وعندي تمانية هنا. وعندي اتناشر. دول كلهم ايه? توازي مع بعض. يبقى انا عندي بقى اقول واحد على ار المكفقة. بيساوي واحد على اربعة وعشرين زائد واحد على تمانية زائد واحد على كان بقى اتناشر. بيطلع واحد على اربعة. منها نستنتج ان الار المكفقة ايساوي اربعة وو. الحالة دي ايه? قدرنا نجيب ايه? المقاومة المكفقة بتاع ايه? ايه الدائرة? طيب. نيجي بال ايه? لنوع تاني من الحالات الخاصة اللي عندنا في توصيل المقاومة. بيقول لي ايه? فلنفترض ان انا عندي طيار داخل بالشكل ده. وبعد كده هيتجزق رايح على مقاومة نسميها ار واحد وعندي تحت هنا ايه? اتنين. طيب. بعد كده هنعمل ايه? عندي هنا ار تلاتة. بعدين عندي بالشكل ده مقاومتين ار اربعة و ار خبسة. طيب. بعد كده ايه? طيار هيفرج ايه من هنا. طيب. عايز احسب ايه? المقاومة المكافقة للشكل ده. طيب. فلنفترض دلوقتي انا عندي ان ار واحد على ار اتنين. بيساوي ار اربعة على ار خمس. اللي هو النسبة بين ار واحد على ار اتنين بيساوي ار اربعة على ار خمس. يعني كل واحدة على لقصدها النسبة ست. او ممكن ممكن باستردام الخاصة الرضاية للتناسب. بنقول ايه? ان مقدم على مقدم بيساوي تالي على تالي. يبقى النسبة. طيب في الحالة زي ايه? ده هينتج عنه ايه? هنسمي النقطة دي اكس. وهنسمي النقطة دي ايه? طبعا? يبقى هنسمي النقطة دي اكس والنقطة دي ايه? طيب. في الحالة لو انا عندي الشرط ده متحقق. بعدها هو ده بالزبط. طيب انا عندي ان الجهد بتاع النقطة ايه? طيب احنا كنا قلنا في 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 الجزء بتاع الجهد الكهرابي ان لو انا عندي ان المقصدين الجهد الكهرابي بينهم متساوي ليمر ايه طيار? يبقى انا عندي الطيار هنا في الحالة دي بايه? بصفر. فانا عندي في اكس بيساوي ايه? طيب ده جيز ازاي? انا لو انا عندي الشرط ده متحقق. كمان? ايبقى انا عندي ايه? النسبة بين ار واحد واربعة هي هي النسبة بين ار اتنين وار خمسة ما احنا قلنا بالزبط. طيب. دلوقتي لو انا ع명 اغزت اجيب ايه? انا اتفقت بساق هسمي النقطة دي مسلا. النقطة دي ايه وبي? حال? فانا عندي انا لو عيزت اجيب مسلا في اكس اللي هو الجهد بتاع النقطة اكس. تمام? او عندي بساق انا اجيب الفرق الجهد ده على الا المقام ار واحد يعني اللي هو انzia تسميه في ار واحد فانا كنت behind me اقول ايه? نا لو عندي حكتين على التبالي كنت اقول ان فرق الجهد بتاعك هيسوي ايه? آآ المقاومة اللي هي ار واحد على ار واحد زائد اربعة لو انت فاكرين لو انا عندي مقاملتين كده متوصلين على التوالي وهنا عندي فرق الجهد الكل دلتا فيه انا عايز اجيب فرق الجهد على المقاومة دي كنت اقول ان هو ايه المقاومة دي مسلا ار واحد دي ار اتنين بتبقول ان هي ار واحد على ار واحد زائد ار اتنين في فرق الجهد ايه الكل حلو? وهنا نفس الكلام في فرق الجهد الكل اللي هو بي اي بي طيب ويه عندي عايز اجيب ايه في ار تو يبقى ايه يبقى عبارة عن ار تو على ار تو زائد ار فايف يبقى بيساوي في في ال في ال في اي بي طيب انا عندي بما ان النسبة بما بين يعني عندي الشرطة دا متحقق تمام فانا قدر اقول ايه بقى اقدر من هنا اقول ان انا عندي ان الجهدين ايه بتساوي ايه ان انا عندي النسبة دي موجودة فبالتالي ايه اقدر اطلع منها الكلام ده فبقى انا عندي ايه ان الفي يعني فرق الجهد هنا هيسبق فرق الجهد هنا فبالتالي ايه بقى فبالتالي بقى عندي جهد النقط ايكس جهد النقط ايه وي فبقى انا عندي مفيش طيار ايه هيمر من هنا فبقى انا عندي الشكل بتاعي الدايرة ممكن اعمله الطريق تيه اللي هو ازاي اللي هو انا اقدر اقول ان انا عندي بالشكل ده كده ادي الطيار داخل بعد كده هي الجزء عندي ار واحد. تمام? ويه ايه? بعد كده تحت ار اتنين. وبما ان ان جهد اكس بيسوي جهد النقطة هواي فانا ممكن اعتبرهم انهم ايه? نقطة واحدة بالشكل ده. وبعد كده اخش ايه عندي? ار فور. بعد كده ايه? ار فايف. تمام? انا عندي ده شكل ايه? الدايرة. تمام? او ممكن نعتبر ان هي نفسها بالزبط. ان انا هقول ان اعتبر ان هو كانه مفتوح. اللي هو كانه مفتاح مفتوح يعني. تمام? لو انا عندي مفتاح مفتوح بشكل ده اعمل ازاي? انه ما فيش طيار بيمرد. تمام انا عندي ار واحد. تمام? وعندي هنا ار اربعة. وبعد كده تحت عندي ار اتنين. و ار خمسة. طبعا اعتبرنا ده ايه? كانه مفتوح. تمام? طيب. يبقى انا كده عندي ايه? ده بالشكل ده كده بالزبط. طيب. عايزين نتأكد هل ان الشكلين دول متكافئين ولا لأ? ما ناخد مسال بالارقام نتأكد ان ايه? ان انا عندي الشكلين دول ايه? متكاف ايه? ناخد مسال بارقام نتأكد بقى ان ايه? ان هو ينفع بالطريقة دي? او ينفع ايه? بالطريقة دي. تمام? يبقى نقول مسلا نرسم بسمة. نفترض ان انا عندي ايه? الرسمة الجاة دي. عندي مسلا هنا اه شكل كده بطارية. وبعد كده عندي مسلا اه خمستاشر اوم تمام? عندي هنا خمستاشر اوم او سانية. جاي عندي بالشكل ده سعني. تمام? وبعدين كده عندي خمستاشر وهنا عشر تمام? وعندي مقومة هنا. مسلا اه تمانية. وبعد كده عندي تلاتين وهنا خمستاشر. طيب. عايز اجيب بال مقومة المكافلة ده طيب الاول النسبة بين الخمستاشر على عشرة. وعندي النسبة بين تلاتين على خمستاشر. اصدري معيش تلاتين على انا عشرين انا اسف. تلاتين على عشرين. تمام? طيب دي عشرين او. فبقى انا عندي تلاتين على ايه? عشرين. النسبة دي هطلع كام? تلاتة على الاتنين. والنسبة دي هطلع كام? تلاتة على الاتنين. فبقى النسب ايه? متساوية? في الحالة دي ايه? نقدر نلغي المقومة اللي في النص. طيب. لو انا عملتها بالشكل الاتي اللي هو ده كده. وعندي خمستاشر. وهنا عشرة. وعندين انتوا ريح عامل نفس النقطة. وعندين انتوا ريح عامل تلاتين. وده عشرين. ولغيت التمانية ايه? خاص. فلا عايزة تجيب المقومة المكفقة هنا في ايه? المقومة المكفقة الدول ايه ايه انا عندي عشرة. في خمستاشر. على عشرة زائد خمستاشر. انا عند المقومة المكفقة هنا كان مية وخمسين. على كان بقى خمسة عشرين. بيساوي ستة. المقومة المكفقة بتاع الاتنين دول بقى تبقى تلاتين في عشرين على تلاتين زائد عشرين بيساوي ستمية على خمسين يبقى بيساوي اتناشر. لو بص يبقى انا عندي مقاومة ستة ومقاومة اتناشر يبقى المكفقة بتاعهم كما هنجمعهم على بعض لقى ستة زائد اتناشر. بيساوي تمنتاشر طيب. ده انا عملت ايه بابا بالشكل اللي انا قلت عليه? اقول ده خمستاشر. وده تلاتين. توالي مع بعض. وعندي تحت عشرة. توالي مع العشرين دي. طبعا الطيار داخل كده واخريك كده. الحالة دي يبقى انا عندي ايه? الاتنين دول هشيلهم مع بعض توالي وحطوا مكانهم خمسة واربعين. ودول مع بعض هشيلهم توالي وحطوا مكانهم كام? تلاتين. يبقى انا عندي خمسة واربعين توازي مع كان بقى اه تلاتين. اعمل ايه? اقول ان ايه خمسة واربعين في تلاتين على خمسة واربعين زائد تلاتين. يبدأ كده ايه? المقومة المتفع ايه بتاعتي? انا ايه? عايز اجب. فانا عندي خمسة واربعين في تلاتين. هتساوي كام? عندي خمسة واربعين اه في تلاتة. بساوي مية خمسة وتلاتين. مع الصفرة هو برة. على خمسة وسبعين. انا عندي الحالة دي. عندي الالف وثلاثمائة وخمسين. على ايه? الخمسة وسبعين.